في إطار التمارين المشتركة مع الدول الصديقة ينفذ القيش السلطاني العماني ممثلا في قوة أمن مسندم مع وحدات مقاتلة من المارينز البريطاني تمرين قلعة مسندم واحد نفذ هذا التمرين في أغلب ولايات ومناطق محافظة مسندم وكان التمرين على عدد من المراحل فرضية التمرين بنيت على أساس تحقيق بعض من الأهداف أهمها تطوير التعاون العسكري بين الجانبين العماني والبريطاني التمرين المشترك العماني البريطاني قلعة مسندم واحد يهدف إلى استمرار إدامة المستوى العالي والجاهزية العملياتية وتبادل الخبرات والتمازج بين المشاركين في التمرين في إطار التعاون المشترك مع القوات الصديقة بالمملكة المتحدة يقوم الجيش السلطاني العماني بتنفيذ التمرين التدريبي لقلعة مسندم ممثلا في قوة من مسندم بقطاع مسندم وبمشاركة من قوة من المارينز البريطاني وذلك لرفع الكفاءة القتالية والعملياتية لهذه القوات نحن هنا للتمرين مع الجانب العماني وهذا بناء على العلاقات القوية والقديمة التي تربط سلطنة عمان والمملكة المتحدة وهذه فرصة للجانبين للتعلم من الآخر المشاركون أظهروا مستوى عاليا في الأداء والروح المعنوية والتفاعل مع مجريات التمرين وبما يتوافق مع هدافه المخططة وبما يحقق خطط التدريب التي ينتهجها الجيش السلطاني العماني يأتي هذا التمرين بهدف رفع مستوى الكفاءة القتالية لدى منتصبي الجيش السلطاني العماني وتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بين الجانبين العماني والبريطاني للوصول للكفاءة العملياتية المطلوبة هكذا يستمد رجال القيش السلطاني العماني من صلابة قبال مسندم الشاهقة وتضاريسها المتنوعة عزائمهم التي لا تلين للمضي بكل كفاءة وإباء في تأدية وقباتهم المقدسة خدمة لهذا الوطن العزيز الملازم أول بدر بن حمود النعبي محافظة مسندم